قالت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية الدكتور زينب لبدول إن الأردن وبفضل قيادته الحكيمة استطاع تحقيق الكثير من الإنجازات على مستوى الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية وأضافت لبدول خلال لقاء اللجنة عددا من طلبة وقادة برامج من جامعات أمريكية وكندية أن المرأة الأردنية تتمتع بدعم وتمكين مطلق من لدون جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملك رانيا العبد الله مبينة أن التعديلات الأخيرة على الدستور وإقرار قانوني الأحزاب والانتخاب سيكون لها دور أكبر في دعم وتمكين المرأة لتعزيز مشاركتها في العمل السياسي والحزبي لدورهم أشار النواب المتواجدون أن لجنة المرأة النيابية إلى أن ما يدور اليوم في قطاع غزة من تنكيل وجرائم حرب يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي لحق الشعب الفلسطيني دليل على همجية هذا العدو المتغطرس لافتين إلى أن موقف الأردن بقيادة جلالة الملك ثابت وراسخ تجاه القضية الفلسطينية من جانبهم ثمن الطلاب التوضيح الذي قدمته اللجنة حول دورها في تمكين المرأة الأردنية وتوعيتها بأهمية انخراطها في العمل السياسي والحزبي